موسيقى السابعة بتوقيت القدس الشريف نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين موسيقى خروج جميع المسلحين وعائلاتهم من دارية في ريف دمشق ومجموعات فيلم عظمية تطالب باتفاق مماثل عشرات الآليات التركية تتواغل في ريفي جراب لصعين العرب بريف حلب الشرقي الشمالي عشرات الشهداء والجرحة بغارات للتحالف السعودي على تجمعات للمسارف فيرين عند المدخل الغربي لمدينة تعز جنوب اليمن موسيقى الحمل الضل يدعو حماس إلى قبول مبادرة عباس بتشكيل حكومة وحدة ويكشف للميادين تراجع الدعم الدولي منذ توقف المفاوضات موسيقى بعد سياسة قدم الأراضي في القدس المحتلة الاحتلال يخطط لإقامة تل فريك فوق الأماكن المقدسة في المدينة موسيقى والحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السبسي موسيقى مرحبا بكم أفادت مراسلة الميادين بخروج كل المسلحين من مدينة دارية في ريف دمشق وفق اتفاق مع الحكومة السورية وفق مراسلة الميادين فقد خرجت عشرات الحافلات من المدينة وهي تقل مئات المسلحين وعائلاتهم أكانت عملية إخراج المسلحين استؤنفت بعد توقف موقت نجم عن رفض إحدى الفصائل المسلحة استكمال عملية الخروج هذا وقد أشارت مراسلة الميادين إلى توجه مسلحي المعظمية قرب دمشق للمطالبة باتفاق شبيه باتفاق دارية المرصد السوري المعارض أعلن عن وصول أول دفعة من المسلحين الذين تم إجلاؤهم من دارية إلى مدينة إدلب شمال غرب سوريا مدير المرصد أكد وصول خمس حافلات على الأقل إلى إدلب تقلوا المسلحين وعائلاتهم مقدرا عددهم بست مائة شخص من دمشق تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين هناك ديمة نصيف ديمة هل تجلت الأسباب التي أدت إلى التغيير شكل الإجرائي لاتفاق دارية واختصار المدة من أربعة أيام ليومين لإجلاء المسلحين وعائلاتهم في الحقيقة قد يكون هناك ربما الإجراءات تسارعات أكثر مما توقع من وقع الاتفاق وبالتالي أنجز الاتفاق خلال يومين وربما أيضا من ناحية أخرى كان هناك مخاوف أو هواجس ربما للجيش السوري الذي أبرم الاتفاق من إمكانية أن يكون هناك أي خرق أو أي محاولة من أحد الفصائل لعرقلة الاتفاق وبالتالي إطالة أمد الاتفاق أو ربما إيقافوا على غرار ما حدث في أماكن أخرى لكن هذا يؤكد بطبيعة الأحوال رامية أن ينجز في يومين أي أن الإجراءات كانت سريعة وكانت محكمة وكانت مدروسة لأن العدد كبير جدا نحن نتحدث عن حوالي 3200 إلى 3500 بين مدنيين ومسلحين وهذا ليس عدد سهل أن تنجز إخلاءه من منطقة خلال يومين ثانيا بأن فعلا المجموعات المسلحة وصلت إلى مرحلة اللاعودة واللاإمكانية من حتى خرق الاتفاق أو حتى عدم الالتزام به لأنها هي من طلب هذا الاتفاق وهي مجبرة ضمن الظروف المحيطة بها على أن تلتزم به وهذا أيضا يؤكد بأن هذا الاتفاق سوية تحت وضع سيء جدا ومزري جدا بالنسبة للمجموعات المسلحة هذا الاختزال بالوقت هل بالتالي سيمتد لباقي مراحل الاتفاق بما له علاقة بدارية؟ يعني كما علمنا من المصادر العسكرية أو من مصدر عسكري رفيع يعني راميا هو من أكد بأنه تم إخلاء دارية بشكل كامل جدا هذا الإخلاء يقصد به إخلاء للمسلحين أنا أعتقد أنه قصد إخلاء المسلحين والمدنيين لأن الشرط كان بأن يخرج الجميع يعني الشرط كان أن لا يكون أو لا يبقي على أحد داخل دارية لا مدني ولا مسلح وبالتالي عندما يتحدث هذا المصدر العسكري بأنه تم إخلاء دارية أي أن إخراج كامل المسلحين وكامل المدنيين لكن هذا التعجيل وهذا الإسراع ربما يكون إلى أن لم يكن هناك من أي عوائق يعني كل الشروط التي وضعها المسلحون استجابت لها الحكومة السورية بما فيها حتى أن يكون لديها محافلات مكيفة تقلهم إلى إدلب أو حتى الشروط التي وضعتها الجانب السوري أو جانب الجيش السوري كان محكما إلى درجة لا يمكن للمجموعات المسلحة أن تخلى به ونحن نعود لنذكر بأن الاتفاق طلبه المسلحون ولم يقدمه يعني كعرض الجانب السوري فقط بشكل سريع ماذا بعد يعني إجلاء المسلحين مع عائلاتهم دارية ما هي الخطوة المقبلة؟ طبعا هذا رهن بالقرار العسكري أولا أو حتى بالقرار السياسي يعني هل دارية سيبقى عليها كما هي ريثما يتم تأمين كامل المحيط لأن عمليات إعادة الأعمار لابد لها من بيئة آمنة لكي تعمل فيها الجرفات أو حتى يعودة العمال أو حتى إعادة ترميم وبناء البنى التحتية التي تدمرت بشكل كبير وتضررت بشكل كبير حتى المباني يعني أنت تعرفين رامية هذه منطقة تتعرض لقصف والاشتبات منذ أربعة أعوام وبالتالي هناك حجم دمار هائل جدا هل سيكون هناك خطة إعادة أعمار أو إعادة ترميم إسعافية سريعة هل سيبقى على دارية كما هي مخافة أن يعود إليها أي إمكانية لخرق من المناطق المحيطة أم أنه سيكون هناك بداية لعودة تدريجية على غيرار مكانة في الحسينية وفي الديابية من مناطق محيط دماشي التي عاد إليها بعض الأهالي ومن ثم هي في انتظار عودة أكبر وعودة أوسع لبقية أهالي هذه المنطقة كل الشكر لك ديمة نصيف وفريق الميادين على كل ما قدمتموه من ساعات الصباح الأولى وإحنا كنا في تغطية لهذا الاتفاق بدارية كنت معنا مباشرة من العاصمة دماشق كيف تساهم استعادة دارية في تأمين محيط العاصمة دماشق نتابع ذلك مع أحمد عبد الله أهلا بكم دارية أكبر مدن الغوطة الغربية والمعقل الأبرز للمسلحين في ريف دماشق بعد مدينة دومة بعودتها إلى سيطرة الجيش السوري انضمت إلى ما سبقتها من المناطق المحررة في ريف دماشق بعد أن فشل المسلحون بالحفاظ على موطئ قدم لهم كانوا يظنون أنهم يستطعون من خلاله تهديد العاصمة دماشق فدارية تقع على جدار مطار المزة في مدخل دماشق الغربي ويمتد ما يسيطر عليه المسلحون منها حتى مدخل حي البرامكة وسط دماشق وتشكل أقرب موقع للمسلحين من مؤسسات الدولة المركزية ومستديرة الأمويين قلب دماشق حسم معركة دارية يعني تضعض عاجبهات مثل جوبر وخان الشيخ والمعظمية ومخيم اليارموك ما قد يعجل تساقط مناطق الغوطة وصولا لدومة ومناطق القنيطرة ومناطق البادية المفتوحة حتى درعة والحدود الأردنية والعراقية كحجارة الدومينو فبرغم الدمار الهائل فيها فإن عودة دارية إلى قبضة الحكومة السورية تعني تقوية خاصرة العاصمة الممتدة نحو ريفا درعة والقنيطرة في الجنوب السوري وبالتالي اتساع رقعة الأمان في محيط دماشق استعادة مدينة دارية عمليا جاءت لتكلل عملية عسكرية طويلة ومعقدة إضافة إلى أنها تعني قطع خطوط إمداد المسلحين نحو الحدود الأردنية وعزل العاصمة دماشق وتحصينها بوجه مسلحي درعة والقنيطرة على أن أهم نتائج استعادة دارية يتمثل في تخليص سكان مدينة دماشق من أحد أبرز مصادر إطلاق الصواريخ التي كانت تتساقط عليها عودة المدينة إلى كنف الدولة السورية قد تفتح الباب أيضا على مصالحات عديدة في محيط العاصمة حيث يجري التحضير لاتفاق مشابه في معظمية الشام المحاذية لدارية كذلك من المنتظر أن تمتد هذه التسويات إلى مناطق قد تشمل في مراحل متقدمة عاصمة مسلحي جيش الإسلام دومة في الغطط الشرقية أفاد مراسل الميادين بتوغل 25 دبابة تركية إلى قرية الحلوانية في ريف جرابلس الغربي شمال شرق سوريا إلى ذلك قالت وحدة حماية الشعب أن قوات منها تشتبك مع قوات تركية تحاول التقدم نحو قرية العمارنة إلى الجنوب من بلدة جرابلس نشطون كرد ذكروا على مواقع التواصل الاجتماعية أن عربات مدرعة تابعة للجيش التركي توغلت في أراضي تابعة لمدينة عين العرب في ريف حلبة الشمال الشرقي عضو مجلس الشعب السوري عمر أوسي قال أن الكرد في سوريا لا يسعون إلى الفيدرالية وسوى خلال مشاركته في برنامج آخر طبعة على الميادين دع الكرد إلى عدم الثقة بأمريكا ورأى أن سياسة واسنطن تهدف إلى حفظ المصالح الأمريكية لا إلى تحقيق المطالب الكردية نحن كرد سوريا لا نثق بالكروك الجيوسياسي الأمريكي للمنطقة ولا بالمشروع الأمريكي في سوريا وأنا أنصح أخوتي الكرد بألا يراهنوا على المشروع الأمريكي أمريكي ليس لديها أجندة سياسية لكرد سوريا أمريكا تبحث عن شريك بري لتحرير بعض الجغرافيات في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في الجزيرة السورية والمناطق الكردية والرقة لتستحوذ وتسيطر عليها ومن ثم تقوم بصرفها سياسيا في المؤتمرات والكونفرانسات الدولية القادمة بشأن سوريا هذا هو أمريكا دولة براكماتية تبحث عن مصالح الأمن القومي الأمريكي وهي ممكن يتكوع بأي لحظة وتتخلى عن الأكراد وغير الأكراد أسف المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان ديمستورا لرد الفعل السلبي من قبل بعض الأطراف في حلب على خطة استخدام طريق الكاستيلو لإدخال المساعدات إلى المدينة وأضاف ديمستورا أن الأمم المتحدة تصر على إدخال المساعدات عن طريق الكاستيلو لأسباب عملانية ولوجستية ودع الأطراف المعنيين إلى بدل كافة الجهود من أجل حسم الموقف قبل الأحد المقبل وأشار ديمستورا إلى أن الطرف الروسي متجاوب مع الخطة الأممية وحصل على التزام الحكومة السورية موضحا أن الجهود مستمرة من قبل الولايات المتحدة وبعض أطراف المجموعة الدولية للحصول على موافقة الجميع واستعدادهم لإنجاح الخطة الأممية إلى العراق حيث تفتح خسارة تنظيم داعش لأهم مواقعه الاستراتيجية في جزيرة الخالدية رغم تعزيز قواته فيها تفتح الباب واسعا أمام القوات العراقية لاستكمال طريقها نحو المناطق المتبقية تحت سيطرة التنظيم محمد الفهد خسارة بشرية هي الأكبر يتعرض لها تنظيم داعش في جزيرة الخالدية إضافة إلى خسارته الميدانية الاستراتيجية بحسب القيادات الأمنية فقد دفع التنظيم بقواته التي تعرف بالنخبة وعلى رأسها الكتيبة الأسبكية وكان يسعى للاحتفاظ بالجزيرة لكونها من أهم مراكزه العسكرية في الأنبار وخسارتها تعني التمهيد لملاحقة في مناطق أخرى لكن قوته التي رهن عليها دمرت بنحو شبه كامل لتفتح بذلك توقعات عدم الصمود في المعارك المقبلة الأرهاب أرادها حرب استنزاف لقوات الأمنية قوات الأمنية فطنت لهذا الأمر طوقت المنطقة الخالدية وكانت فيها مقتلة كبيرة للأرهابيين واليوم هناك نتائج كبيرة على مستوى تدمير الأهداف الأرهابية وأيضا على مستوى استحصال المعلومات الأمنية من خلال ما استحصل عليه من وثائق دخول الحويجة جنوب كاركوك والشرقات شمال صلاح الدين إلى دائرة العمليات العسكرية المرتقبة بعد حصم الأهداف في جزيرة الخالدية معقل داعش الأهم قد يعطي المنطقتين الأولوية في التحرير قبل انطلاق عملية الموصل بحسب قيادات الحجد الشعبي ولسيما أن الاستعدادات العسكرية واللوجستية مكتملة لبدء العملية حجد الشعبي لا جزء من المنظومة الأمنية والعسكرية بأي واجب يكلف به من قبل القيادة العامة لقوات المسلحة سوف يكون هناك مستعدة جاهزية بالعدة والعدد لمقاتلة تنظيم داعش الرهابي نحن اجتماعاتنا جاري مع جميع قيادات الحجد الشعبي وسيد قائد عامة القوات المسلحة الحجد الشعبي سوف يكون له جزء أساسي ارتباط مناطق نفوذ داعش في العراق استراتيجيا رغم تباعدها يجعل من خسارته في أي منطقة تنعكس معنويا على عناصره في المناطق التي يمسك بها لجهة انسحابه من المواجهة بحسب المتخصصين أمنية بعد استكمال الأهداف في عملية تحرير جزيرة الخالدية بات أمام الحكومة العراقية وبحسب المراقبين أبواب عديدة لتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش إما استكمال تحرير مناطق الرماد وصولا إلى الحدود مع سوريا أو الذهاب مباشرة إلى الحويجة والشرقاط كخيار أنسب محمد الفهد بغداد الميادين إلى اليمن حيث استشهد وجرح خمسون مدنيا باستهداف طائرات التحالف السعودي تجمعات المسافرين عند المدخل الغربي لمدينة تعز جنوب البلاد كما أفاد مراسل الميادين بتكثيف طائرات التحالف غاراتها على صنعاء فيما شنت سلسلة غارات على منطقة نقم شرق العاصمة كذلك استهدفت غارات أخرى منطقة العشاش في مدرية كتاف غربية صعدة شمال اليمن إلى ذلك أفاد مراسل الميادين بأن ستة غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت منطقة الربوعة ورقابة سعر في عسير السعودية لا توقف طائرات التحالف السعودي استهدافها البنى التحتية في اليمن قصف الغارات طال محطة الكهرباء في محافظة عمران بالتزامن مع استهداف محطتي الكهرباء والغاز المنزلي في محافظة صعدة بعد استهداف محطة كهرباء محافظة حجة في مدرية عبس ومع استمرار الغارات على مناطق متفرقة في اليمن تستمر كذلك المواجهات أكثر من عشرين شخصا قتلوا خلال مواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي وعناصر من تنظيم القاعدة من جهة أخرى في مدرية الزاهر جنوبي محافظة البيضاء مشهد مشابه للاشتباكات في مدرية نهم في صنع المعارك دلعت بعد ساعات من صد الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف كبير لقوات هادي باتجاه منطقتين المدفون والتلة الحمراء وأوقعت العشرات منهم بين قتيل وجريح المواجهات في تعزم تقطعة بين الأطراف نفسها لسيما في منطقة الشقب بمدرية صبر الموازم جنوبي شرق المحافظة أما عند الحدود مع السعودية فأعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهدف القوة الصاروخية للجيش واللجان بصليات من صواريخ الكاتيوشا تجمعات القوات السعودية في مركز السودة في جيزان بالتزام مع سلسلة غارات جوية لطائرات التحالف على مواقع الجيش واللجان الشعبية اليمنية في منطقة الخوبة السعودية في جيزان من العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد زبيبة أحمد العاصمة صنعاء شهدت تكثيفا للغارات وتحليق لطائرات التحالف على علوم منخفض أبرز ما استهدفته غارات اليوم في صنعاء والواقع الميداني في اليمن نعم الطائرات التحالف السعودي استمرت في غاراتها خلال الساعات الماضية وعلى مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء وكان هناك أيضا تحليق وفك لحاجز الصوت من قبل طائرات التحالف السعودي هناك استهداف للمناطق الشرطية وتحديدا منطقة نقوم التي تعرضت لخمس غارات جوية من قبل طائرات التحالف السعودي إلى الشرق من العاصمة صنعاء بالإضافة إلى استهداف طائرات التحالف السعودي منطقة ضبوة بغارة جوية التحليق طائرات التحالف السعودي مستمر في سماء المدينة حتى قبل قليل نريد أن نذكر أيضا أنه في تعز جنوبي اليمن كحقيلة أولية للغارة جوية استهدفت محطة لسيارات مسافرين في منطقة مفرق شرعب وصل إلى أكثر من خمسين بين شهيد وجريح إثر هذه الغارة الجوية ليس هناك إلى الآن عدد محدد لعدد ما احدثته هذه الغارة الجوية نحن ننتظر المعلومات من هناك من محافظة تعز ما يتعلق بصعيد المواجهات حتى مع الغارات السعودية هناك مواجهات عنيفة في أسفل فرضة نهم إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعة وتحديدا باتجاه منطقة المدفون كان هناك محاولات من قبل قوات الرئيس هادي للتقدم نحو هذه المنطقة وتحدثت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العشرات من قوات الرئيس هادي خلال إحباط هذه العملية وهي نستطيع أن نقول هي مستمرة ولسيما مع وصول تعزيزات عسكرية بقوات الرئيس هادي حتى أسفل فرضة نهم كل شكر لك أحمد زبيبة مراسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من صنعة متواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصل قصير مرحبا بكم من جديد في السابعة من الميادين كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رام الحمد الله أن الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية تراجع نحو 70% منذ أن توقفت المفاوضات مع إسرائيل وقال إن دولا عربية في الخليج لم تدعم السلطة منذ عامين رغم التصريحات الصحفية المعاكسة بالتأكيد هناك حصار مالي وإحنا آخرنا من أول يوم بالحكومة أن نبقي هذا الموضوع يعني ما نحكيش فيه كثير حتى نحفظ الهدوء والاستقرار في البلد ولكن نعم هناك حصار مالي مفروض أخ ناصر كان في الدعم المالي يجي للحكومة كل سنة من 1-2 في الحشرة مليار إلى 1.5 مليار العام الماضي لا جانا فقط حتى تكون الصورة واضحة واضينا فقط 719 مليون دولار تقريباً النص هذه السنة نحن الآن في شهر 8 كل اللي وصلنا من الدول المانحة كل اللي وصل 350 مليون دولار الربع نحن الآن نزل 70% الدعم الدولي طبعاً أكيد هناك حصار سياسي ومالي وقال الحمض الله في مقابلة مع الميادين أن حكومته لا تحكم في قطاع غزة وأنه بصفته وزيراً للداخلية لا يسيطر على أجهزة الأمن هناك ورغم ذلك تم الانتهاء من إعادة بناء قرابة 7000 منزل من أصل 11000 هدمها الاحتلال في الحرب الأخيرة على غزة الأمن في قطاع غزة لا يخضع للحكومة الفلسطينية على الإطلاق لا المخابرات ولا الأمن الداخلي ولا الدفاع المدني كله مرتبط في حركة حماس ووكلاء الوزارات السابقين في حكومة حماس اللي هم عمالهم بديروا أمور حكومة الأمر الواقع هي مش حكومة الظلزة كما أنا غيرت المفهوم هي حكومة أمر واقع موجودة في قطاع غزة وتشرف على كل الأمور في قطاع غزة لما عملنا تقرير لجهة الإعمار رحنا عامة طمر القاهرة في 12-10-2014 والدول المانحة تعهدت إذا بتذكر أعتقد كنت موجود أنت صحيح 4-10 مليار دولار لم يأتي منها لغاية الآن إلا 36% فقط والواقع في دول لم تدفع ولا فلس ورغم هذا أحكي لك شو اللي عمناه في الإعمار الحال الآن عندي اللي نبنى من أصل 11 ألف بيت هدمت كليا أخ ناصر 11 ألف بيت هدمت كليا الآن عندي 6820 بيت إما انتهى بناءها أو أما في طور البناء الحمض الله ناشد حركة حماس أن تتلقف المبادرة التي قدمها الرئيس عباس لإقامة حكومة وحدة وطنية تضمن انتهاء الانقسام والمضي قدما في إعادة أعمار الوطن وبناء مستقبل أفضل وأنا من هلمنبر هذا اليوم بناشد وبطلب من حركة حماس إنه يستغلوا المبادرة التي تقدم فيها فقامة الرئيس وقال لهم تعاملوا تشكل حكومة وحدة وطنية وأنت بتعرف يا حكم عاقل أخب مازل حسب ما أعرف أكثر مرة صحيح والآن حماس مدعوي لمشاركة في حكومة وحدة وطنية أنا أعتقد الحل أنه حماس تدخل هذه الحكومة وتكون جزء منها حتى تحمل مسؤولية القرار دائما دكتور ناصر اللي خارج الحكومة سهل يحكي هل أنت اسمع السياسيين دي خارج الحكومة طويلة وقصيرة أنا بحب كل واحد يشارك في الحكومة الفصائل كلها تشارك لا يكفي أنك تكون خارج وتنتقد مشاهدين تتابعون مقابلة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمض الله كاملة مساء اليوم عقب موجز التاسعة بتوقيت القدس الشريف بعد أن قدمت إسرائيل معظم أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة تتحول السيطرة على فضاء المدينة من خلال مخطط تل فريك فوق أكثر الأماكن حساسية هنا محميد مشهد المدينة المقدسة من هذه الزاوية هو الأشهر هنا ستقام إحدى محطات التلفريك الخمس التي ستغير وجه المدينة الجمالي التاريخي والسياسي بشكل صارخ كل من سيستقل التلفريك سيعرف تماما من هو صاحب البيت هنا يؤكد نير بركات رئيس بلدية القدس ضمن جولة لأعضاء في حزب الليكود أولا سيصعد إلى جبل الزيتون ذا الرمزية الاستثنائية والذي من فوقه صعد السيد المسيح عليه السلام إلى السماء ثم سيهبط فوق الكنيسة الجثمانية ثم سيأتي إلى باب الأصباط وله مكان خاص لأنه محاذي تماما إلى المسجد الأقصى المبارك ثم سيستدير معطول الجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك فوق القسطور الأموية وسيهبط هناك في المحطة الثالثة ثم سيهبط إلى أراضي سلوان في منطقة تاريخية وحساسة جدا ونسيج معماري في منتهى الحساسية محطتان ستكونان في سلوان جنوبية البلدة القديمة والمسجد الأقصى كلتا هما جزء من مشروع تهويدي واستيطاني أوسع تتشابك بتنفيذه أذرع عديدة وعلى رأسها جمعية إلعاد الاستيطانية التي تهدف إلى تحويل سلوان إلى ما تطلق عليه مدينة دود لتثبت زعم الروايات الدينية والتاريخية الصهيونية الجمعية نجحت في جلب أكثر من 500 مستوطن للعيش في سلوان تزوير فضاء هذه المنطقة بعد أن قطع الاحتلال الشرط كبير في تزوير تحت الأرض والأنفاق وكذلك الاستلاء على كثير من المنازل لن نستطيع الانتفاع واستخدام أسطح منازلنا سنمنع حتى التواجد على هذه الأسطح نمنع من البناء عليها كذلك كثير من الأراضي الفارغة التي ستكون محطات لهذه القطار سيتم الاستلاء والمصادرة الأراضي المشروع ما زال قيد التنفيذ وتحت لواء المحافظة على البيئة وتوسيع شبكة المواصلات العامة وجلب السياحة تروج إسرائيل لهذا التلفريك فيما الواقع أنه إحكام لقبضة الاحتلال على القدس الشرقية هذه المرة من السماء هنا محميد القدس المحتلة الميادين حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس المحتلة مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية الدكتور خليل التفكجي أهلا بك دكتور هل لنا بداية أن نسأل كيف يمكن لمثل هكذا مشروع أن يؤثر على المدينة المقدسة من نواحي عديدة إن كانت التاريخية أو حتى الدينية والسياسية والجمالية أيضا أولا هذا المشروع ليس فقط هذا المشروع هو جزء بسيط من مجموعة مشروع وضع في عام 1994 نحن عندما نتكلم عن طريق التلفريك لازم نتكلم عن قضية القطارات نتكلم عن البنية التحتية الأنفاق والجسور إذن نحن نتكلم عن تغيير للمشهد العام في داخل مدينة القدس هو ليس التلفريك فقط التلفريك هو حلقة من مجموعة حلقات عملية تهويد وتغيير المشهد عندما تم يتطرح البواب الغربية وعملية تغيير للبواب الغربية وعملية اقتلاع جذور عربية إسلامية من هذه المنطقة ووضع جذور جديدة هي تريد أن تقول للعالم ككل أن هنا تاريخنا كان وبالتالي تغيير المشهد هو أساس لأنه حتى عندما ننظر إلى مدينة القدسي لأنه لم توفر إسرائيل ولا وسيلة لتهويد المدينة المقدسة على الأرض وهي تتجه الآن للفضاء وهنا في حساسية لأنه ما تم استعراضه في التقرير للنقاط المنطقة لهذا المشروع أيضا يدفع للسؤال في إطار التهويد في نقاط دينية وتاريخية وحتى من الجانب السياسي لو تبرزها لنا أولا هي رسالة واضحة تماما لكل العالم رسالة للفلسطينيين رسالة للعالم الإسلامي رسالة للعالم العربي أننا نحن أصحاب البيت وبالتالي نحن نسمح لمن يريد أن يدخل نسمح لمن يريد أن يصلي ونمنع من يصلي وبالتالي المفتاح بيدنا وهذا السبب الأول وفي انضمن إطار ما تكلم به رئيس البلدية تكلم عن قضية الإيدولوجية حقيقة هنا يريد أن يربط بين ثلاث عناصر رئيسية في هذه المنطقة في هذه المنطقة هناك الجانب الإسرائيلي يتكلم عن التاريخ بمعنى قبل ثلاثة أو أربعة آلاف عام كان هنا داود وكان هنا سليمان وهنا مدينة داود وبالتالي هو يريد أن يربط التاريخ في قضية دينية وهي القضية تحاءة البراق وأيضا قضية جبل الزيتون عندما يأتي المسيح حامل الهيكل من السماء قادما إلى باب الأصباط وباب الرحمة لدخول المسيح إلى داخل ساحات المسجد الأقصى حقيقة هذه النقطة الرئيسية التي يريد أن يدمجها ثلاث نقاط والنقطة الأخيرة هي القضية السيادية بمعنى نحن أسياد الأرض ما تحت الأرض وما فوق الأرض وفوق الفضاء حتى تصل إلى أعالي السماوات السبعة حقيقة الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو يريد أن يدمج ثلاثة عناصر في عنصر واحد من أجل الرواية اليهودية التي تتكلم عن المستقبل ويتكلم عن عشر مليون سائح سيقدمه وبالتالي عملية غسل أدمغة دمن رؤية إسرائيلية يطير فيها بالسماء ثم ينزل إلى المناطق التاريخية ثم يعود إلى المناطق الدينية وبالتالي يعود السائح إلى بلاده وهو قد تشبع بشكل كامل بهذه القضية طيب وربما هذا برز بما قاله رئيس البلدية هذا المشروع يخبر من هو صاحب البيت هنا هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية للحيلولة يعني دون تطبيق هذا المشروع من يستطيع ذلك وبأي الوسائل حقيقة القضية هي قضية فقط قضية سياسية بمعنى أن هناك ممكن للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أن تضغط بهذا الاتجاه لكن الإدانات والاستنكارات هي لا تقدم ولا تؤخر فيظهر أن العرب يقولون أكثر مما يفعلون في قضية رناكي كان عندنا مشروع في منطقة سلوان كانت ضغط الدولي والممثلية الرباعية كانت ضغطت ووقفت هذا المشروع اليوم الجانب الإسرائيلي لا يوقفه شيء هناك انتخابات أمريكية أما قضية عرب لديه مشاكله الخاصة والأمة الإسلامية لديها مشاكله الخاصة والفلسطينيين بحالة انقسام لا يستطيع أن يفعلوا شيء إلا الاستنكار وبالتالي الجانب إسرائيلي هو في مركز قوي الآن أن ينفذ هذا المشروع المشروع الذي يمكن أن أوقفه أن يكون هناك المقاطعة للشركات التي تقوم بإقامة هذا المشروع كما حدث لقضية الشركات الفرنسية التي قيانت بالسابق شكرا لك دكتور خليل التفكجي وأنت مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة أحياء لليوم الوطني لشهداء مقابر الأرقام تظاهر عشرات الفلسطينيين في رام الله مطالبين بالضغط الدولي على إسرائيل لتسليم رفاة عشرات الشهداء الذين تحتجزهم في مقابر السرية إضافة إلى شهداء الانتفاض الحالي المحتجزين في الثلاجات وتحتجز سلطات الاحتلال جثا من مائتين وثين واربعين شهيدا إضافة إلى اثنين وخمسين مفقودا وأربعة عشر شهيدا من شهداء انتفاضة القدس نواصل الدرب حتى إغلاق هذا الملف بما يليق بكرامة الشهداء الآن يحضرني أخي وصديقي حبيبي محمد لطف الأخرص والد الشهيد آيات الأخرص التي عندما أعيد جثمان ابنها قال في الاجتماع الأول لقيادة الحملة ببساطة كلهم بناتي كلهم ولادي اللي أخذ ابنه أو بنته يريد أن يكمل المشوار حتى نستعيد كل جثامين حبيباتنا وأحبابنا نحن اليوم نجدد العهد لأبو آيات ولكل الشهداء وعائلات الشهداء الصابرين والصابرات حتى نغلق هذا الملف أكد القيادي في المقاومة الفلسطينية أبو أحمد أن التنسيق بين محور المقاومة يتم على أكمل وجه ولسيما مع حزب الله وإيران أبو أحمد أشار للميادين في برنامج ندوة الأسبوع إلى أن المقاومة الفلسطينية ستحرر أسدود وعسقلان في أي حرب مقبلة هذا التنسيق بحركات المقاومة تعلن أن هناك تنسيق والمقاومة اللبنانية تعلن أن هناك تنسيق والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن أن هناك تنسيق وهناك دعم وبالتالي لا يحتاج إلى إشارات فحركات المقاومة تعرف حاجتها لبعضها وحركات المقاومة من طبيعة المقاومة أنه لديه قيم سامية وأولى هذه القيم الوفاء وأولى هذه القيم النقوة والنصرة وبالتالي لا يمكن لحركة المقاومة أن تقف تتفرج على حركة مقاومة أخرى إذا كانت محتاجة وهذا الموضوع موجود يعني لا يحتاج لإشارات في تونس أدى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية الجديد وأعضاء حكومته الدول يمينة دستورية في قصر قرطاج وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية أدى الشاهد الشاهد ووزراء حكومته الستة والعشرون ووزراء الدولة الأربعة عشر اليمينة أمام رئيس الجمهورية تتولى الحكومة الجديدة مهامها الاثنين وكان مجلس نواب الشعب قد منح الثقة لحكومة الشاهد بغالبية مائة وسبعة وستين صوتا مقابل تحفظ خمسة أصوات ومعارضة اثنين وعشرين كما كان متوقعا حكومة الشاهد تمر بالغالبية الساحقة والحديث الآن عن استحقاقات المرحلة المقبلة فالملفات المرحلة من الحكومات المتعاقبة كثيرة وشائكة أنا نتحفل السؤولية كبيرة في اختيارها وأنا مش معتيرهم كل استروحية لأدامها ولكن سأكون صارا معها في كل ما يمسك الدستور في كل ما يمسك الدولة في كل ما يمسك الدولة وذلك قلت له في أول اجتماعها معذرة اقتصادية وتهديدات إرهابية تطل برأسها من حين لآخر قد تثقل كاهل الحكومة الجديدة أما أوكد الملفات فهو المتعلق بمكافحة الفساد من واجب هذه الحكومة وإن رأيت أن تنجح أنها تبدأ بمكافحة الفساد وأن تنتلق منذ الشهر القادم بوضع ملفات كبار الفاسدين وكلنا نعرفهم في تونس على الطاولة وإحالتها أمام القضاء بيش تكون عندها مصداقية عند التونسيين وعند الأحزاب السياسية إذا كان فشلت في هذا أعتقد ستضعف رسيد الثقة اللي حصلت عليهم أنا اليوم وأحنا كحركة النهضة بناء على تقدير سياسي من القيادة السياسية للحزب أعطينا هذه الثقة لكن بعدين سيأتي شوط النواب من خلال مراقبة الحكومة في مدى التزامة بتعاهداتها المعارضة لا تنظر بعين الرضا إلى وعود الشاهد تحفظات على تركيبة فريقه وتعن في خيارات الحكومة البرنامج ليس فيه أي إجراء عملي هو بيع للوهم ورحي للهواء وليس هناك أي شيء ملموس علاوة على أن الطريق الذي اختارته هذه الحكومة هو نفس الطريق الذي اختارته الحكومات المتعاقبة التي سابقتها وبالتالي ليس هناك جديد نمنح من أجله فقه لهذه الحكومة خلال الساعات المقبلة تتسلم حكومة الشاهد الأمانة من سابقتها فهل ستكون سابع الحكومات بعد الثورة؟ أكثرها استقرارا واستجابة لمطالب الشارع للمرحلة المقبلة فاصل الخطاب حكومة الفرصة الأخيرة للإنقاذ يعدها أنصارها حكومة محصصة جديدة مآلها الفشل يراها معارضوها تباين لم يمنحها من كسب ثقة مجلس نواب الشعب ليبقى نجاحها من عدمه مرهونا بإنجازاتها بلا المبروك تونس الميادين هذا ويأمل الشارع التونسي من حكومته الجديدة أن تقدم حلولا إنقاذية في ظل تشكيك البعض بقدرتها على إنجاز المطلوب منها سميحة البوغنمي بعد نيلها ثقة البرلمانة أدت حكومة يوسف الشاهد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية البهجي قائد السبسي ومن المنتظر أن يتم موكب تسليم وتسلم السلطة بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة رحب بسيد وحكومة الشاهد الاثنين المقبل أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها حكومة الشاهد تأتي في وقت فقد فيه المواطن التونسي أثقة في السياسيين خاصة أمام ما وصلت إليه البلاد من ترد اقتصادي واجتماعي إلا أن بسيس الأمل ما زال يسكن البعض إن شاء الله الحكومة تكون إيجابية وتحقق ما يتمح إليه فمني الشعب وخاصة العائلات المعوزة والعاتلين عن العمل وماذا بيه أنا الرائع اللي ما عملوش السيد إن شاء الله تعمل البلوس نسبة الاقتصاد نتمنى كونه معناها حسب التصريحات متاعه اللي كونه معناها يجيب نتيجة إيجابية ويلزم معناها المواطنين لكل يد واحدة وتونس فوق الجميع خليها تخدم ومبعد شوفوا انتيجة مش متونة بدوها فهمتي في الكريتيك في الانتقادات أي النقد في الانتقادات مش باهي خليها تخدم ومبعد شوف هذا الجون ويحب يخدم ويحب يوصل البلاد ربي ندعوه بالخير انتباعات متنقذة تركتها حكومة الشاهد لدى جل المتابعين للمشهد السياسي التونسي والتشكيك في مدى قدرتها على النجاح في حل حالة الأزمة التي تعيشها البلد ولا خيار أمام الشاهد وحكومته اليوم سوى استعاب استثنائية الظرف الذي ولدت فيه والعمل على إنقاذ تونس كما وعد حكومة الشاهد إذن أمام اختبار لمراقبة مدى جديتها في تطبيق ما جاء في وثيقة قرطاجة فالطريق أمام هذه الحكومة لن تكون مفروشة بلورودي وعليها أن تحسن تجنب الأشواك وفق ما يرى مراقبون سميح البغان ميبنتي تا تونس الميادين قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد انتخابات الرئاسة ارتفعت حدة السجال بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب في محاولة من كل الطرفين لكسب أصوات الأقليات محمد كاري نصف ساعة فقط كانت هي الحد الفاصل لسجال هو الأعنف بين طرفي المعادلة الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة سهام متبادلة ما بين ولايتين فادا حيث كانت كلينتون ونيوهامشير حيث كان منافسها الجمهوري دونالد ترامب منذ البداية بنا ترامب حملته على التحيز وجنون العظمة واتخذ الكراهية طريقا عبر الجماعات المتطرفة وهم هامش المحافظين المتشددين الضئيل الذي اجتاح الحزب الجمهوري كلينتون سعت إلى تقديم حساب شامل لتأريخ ترامب العنصري المثير للجدل لكن المرشحة الجمهوري بدأت علامات التحول في استراتيجيته واضحة بهدف كسب تأييد الأمريكيين من أصول إفريقية وأخرى من المجموعات التي تتكلموا الإسبانية العمل القليل الذي قام به الديمقراطيون للأمريكيين من أصل أفريقي هو عدم احترامهم لذلك جعلناهم جزءا مهما جدا من خطاباتنا ونفكر في حلول لهم وبين هذا الاتهام وذاك فإن مؤسسة كلينتون الخيرية وما يدور حولها من سجاله ورسائل البريد الإلكتروني لكلينتون غابت عن كلمة المرشحة الديمقراطية غياب رأى فيه البعض محاولة من وزيرة الخارجية السابقة لطي تلك الصفحة على الأقل أمام الرأي العام المتعاطف معها أمام منافس لا يزال يتمسك بالإنفراد في تحديد ضوابط حملته الانتخابية تصعيد متوقع في معركة ستكون محتدمة للوصول إلى هنا حيث مقر الرئاسة الأمريكية وصول لا يكون بالأمر اليسير أمام ملفات كشف عنها وأخرى تنتظر لتزيد الطريق عورة أمام كل المرشحين محمد كريم واشنطن الميادين أكد رئيس البوليفي إيفو مورالس أن قتل نائب وزير الداخلية بأيدي متظاهرين هو مؤامرة على حكومته وفي ختاب اجتماع لحكومته أعلن مورالس أن تحرك عمال المناجم هو مؤامرة سياسية وليس ناتجا عن مطالب اجتماعية لهذا القطاع مضيفا أنه سيقدم براهيمنا تثبت حدوث تدخلات سياسية ليست داخلية فحسب الخارجية أيضا وفي البرازيل شهدت إحدى جلسات مساءلة رئيسة ديلما روسيف في مجلس الشيوخ تبادل شتائم بين مؤيديها ومعارضيها ما أدى إلى تعليق الجلسة واستئنافها لاحقا على أن تقدم روسيف شهادتها يوم الاثنين المقبل بمستشفى المجانين وصف رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي ما حصل في إحدى جلسات مساءلة الرئيسة ديلما روسيف سجالات وتبادل شتائم وخلافات كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي هو المشهد الذي طغى على الجلسة كان على مناصر الرئيسة روسيف أن يعزز التقدم في القضية بدلا من إلقاء الخطابات السياسية عليهم أن يهدأ وينصوا الماضي وينظروا إلى المستقبل والوضع الحالي يجب أن ينتهي إننا لا ندافع من أجل كسب يوم إضافيا لرئيسة روسيف عندما نلقي الخطبة وعندما نقوم بالاستفسار فإننا نريد أن نفضح المشاكل في هذه العملية وأن نشهد أنها ليست مذنبة بارتكاب مخالفات بعد نحو ساعة ونصف من الخلافات علقت الجلسة من دون الاستماع إلى أحد من الشهود ليتم الاستماع إلى بعضهم لاحقا بعد استئناف الجلسة في ظل نقاشات حادة بين مؤيدي روسيف ومعارضيها إقالة روسيف تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمر الذي يرى معارضوها أنهم سيحصلون عليه فيما يسعى مؤيدوها إلى كسب الأصوات الضامنة لوقائها توقعات نتيجة التصويت هي أننا سنرى مجددا الوضع الذي شهدناه سابقا في مجلس الشيوخ فقط مع عدد إضافي قليل من المؤيدين وبعدها سنحصل على الغالبية متجاوزين ثلثي العدد الإجمالي إننا نتحدث مع عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل الذين قالوا إنهم قد يغيرون مواقفهم في الحقيقة هذا الوضع صعب جدا لكن لا رجعت فيه الأثنين المقبل موعد تقديم الرئيسة روسيف شهادتها على أن يتم تصويت أعضاء مجلس الشيوخ إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء ليحسم بهذا التصويت مستقبل أول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل النفايات تعود إلى التكدس في شوارع بيروت بعد أشهر قليلة من التوصل إلى حل لأزمة امتدت لثمانية أشهر وشهدت احتجاجات واصدمات بين القوى الأمنية والحراك المدني لكن الأزمة اليوم تبدو معقدة مع استنفادي الحلول واستفحال الكباش السياسي الداخلي النفايات تعود إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى أزمة متجددة تؤرق اللبنانيين في ظل تصاعد الكباش السياسي مع مقاطعة أحزاب عديدة جلسات الحكومة الأزمة عادت بعد اعتراض أحزاب على استحداث مكب قرب البحر في منطقة برج حمود شرق العاصمة النفايات تكدست على إثر إقفال حزب الكتائب ومعه الطشناق مطمر برج حمود وسط استمرار الاعتصام وقطع الطريق نهائيا أمام الشاحنات التي كانت تصل إلى مكان التخزين سميناه مطمر الموت لأنه بدو يهدد كل ساحة للمتن وبدو يهدد صحة الأهالي وبدو يشوه المتن والبيئة والسكان ومثل ما سميه رئيسنا هو مشروع تهجير أهالي بيروت يستغربون العجزة الحكومية المتواصلة في إيجاد حل بيئي دائم لمسألة لا تعد معقدة بس يتصالحوا المسؤولين كيف بدن يسرقوا الشعب ساعتها بيشيلوا الزبالي لأنه هاي الزبالي سببها المسؤولين اللي بها البلد مش المسؤولين الشعب أني الإبنانين بهاك ما حدا بينزل ما حدا بيحكي بدنا نوصل حل يا جماعة عم تطلع بأولادنا أهم شيء وعم تطلع فينا عملوا لحل مش بهم عملنا مشكل وعملنا مظاهرة وعملنا ألأ بدنا نوصل لنتيجة يا جماعة الحلول لا تبدو وشيكة والحكومة غير قادرة على توضيح أو تبرير ما يحصل وكيف يمكن بعد عام من أزمة النفايات التي استمرت ثمانية أشهر أن تتجدد أزمة تكدس النفايات تطل مجددا لتعيد تجربة عاشها اللبنانيون وسط ترنح الحكومة وانسداد الأفق أمام حلول لأزمة تشتد على وقع المتغيرات الخارجية المتسارعة عباس صباق بيروت الميادين ستة علماء يعيشون منذ عام على فوهة بركان لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ كيف ذلك؟ نتابع مع فاطمة رومان منذ عام تقريبا يعيش ستة علماء في مكان مهجور في جزر الهواي فوق بركان موناكي من أجل محاكاة طبيعة الحياة على كوكب المريخ هذا البركان خامد على ارتفاع ثمانية آلاف ومائتي ألف قدم ومن المرتقب أن تغادر هذه البعثة المكانة في الثامن والعشرين من أغسطس آبا الحالي كيم بنستيد الباحث الرئيسي في مهمة هواي قال أن هذه المهمة تعتبر الثاني أطول بعثة من نوعها بعد المهمة التي دامت أكثر من خمسمائة يوم في روسيا ويرى بنستيد أن إطالة مدتها تعطي فهما أوسع لمخاطر السفر إلى الفضاء وتتميز تربة بركان موناكي بأنها تشبه تلك التي عثر عليها على سطح المريخ والجدير ذكره أنه لا توجد نباتات في المنطقة نظرا للارتفاعات العالية العلماء الموجودون حاليا فوق البركان هم ثلاثة رجال وثلاث نساء ويعيشون في قبة يبلغ ارتفاعها 6 أمتار ومسيحتها 11 مترا وهم يمارسون التمارين الرياضية واليوغا بانتظام حفاظا على صحتهم ويتبعون جدولا زمنيا معينا للتجارب والقيام بمغامرات خارجية ويرتدون ثياب فضاء تحاكي تلك التي سيرتديها الرواد في رحلاتهم المستقبلية إلى كوكب المريخ والطاقة توفر لهم عبر لوحة شمسية كبيرة خارج القبة وهذه اللوحة تؤمن لهم خلايا الوقود الهيدروجيني وهي طاقة احتياطية في حال كانت مستوية الطاقة منخفضة ويتم رز حركة الطاقم من خلال كاميرات تتبع خطواتهم كما قام باحثون بمراقبة ودراسة مدى تماسك وصمود العلماء عبر الزمن ويمكن للطاقم الاتصال بأقربائهم عبر رسائل البريد الإلكتروني المهمة القادمة على هذا البركان والتي ستدوم ثمانية أشهر ستبدأ في شهر يناير كانون الثاني من العام 2017 وبهذا نصل إلى ختام السابع نذكركم بعناوينها خروج جميع المسلحين وعائلاتهم من دارية في ريف دمشق ومجموعات في المعظمية تطالب باتفاق مماثل عشرات الآليات التركية تتوغل في ريفي جرابلوس وعين العربي ريفي حلب الشمالي الشرقي عشرات الشهداء والجرحى بغارات للتحالف السعودي على تجمعات للمسافرين عند المدخل الغربي لمدينة تعز جنوب اليمن الحمدل يدعو حماس إلى قبول مبادرة عباس بتشكيل حكومة وحدة ويكشف للميادين تراجع الدعم الدولي منذ توقف المفاوضات بعد سياسة قدم الأراضي في القدس المحتلة الاحتلال يخطط لإقامة تلفريك فوق الأماكن المقدسة في المدينة الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السبسي دائماً للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى متابعة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقع الميادين من لغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي لدينا المزيد أيضاً من الأخبار على رأس الساعة وهذه المرة مع الزميل خالد أبو عرب إلى اللقاء اشتركوا في القناة